بعد يومين على وقوع التفجير في منطقة فردان والذي استهدف الفرع الرئيسي لبنك لبنان والمهجر لا رواية أمنية رسمية ومؤكدة حتى الآن تستمر الأجهزة الأمنية في البحث عن خيوط تقودها إلى هوية المنفذين أحد هذه الخيوط هو اعتقال شخصين مشتبه فيهما كان موجودين على مسافة قريبة من مكان التفجير ويخضعان الاستجواب للتوصل إلى معطيات إضافية كما تشتبه القوى الأمنية في سيارة توقفت في الشارع الخارجي الممتد من تلة الخياط إلى شارع عائشة بكار قبل وقوع الانفجار وجرى تداول معلومات أن هناك سيارتين من نوع بي أم وكيا تلاحقهما القوى الأمنية أما عن سبب التأخر في تحديد هوية المنفذين على الرغم من وجود عدد كبير من كاميرات المراقبة المحيطة بالمصرف فيعود إلى وجود شجرة في المكان الذي وضعت فيه العبوة ما حالة دون تصوير حركة واضع العبوة ووجهه أما فيما يتعلق بحجم الأضرار الناجمة عن التفجير فتشير المعلومات الأولية إلى أن عصف الانفجار كان موجها نحو المبنى ووجهته الزجاجية من جهة الجنوب بحرافية عالية ما أدى إلى اقتصار الأضرار على مبنى المصرف من دون تضرر جدران الأبنية المجاورة له كما أن العبوة كانت موصولة بساعة توقيت تحدد موعد انفجارها ولم تفجر عن بعد وتبلغ زينتها نحو ثمانية كيلوغرامات من مادة TNT شديدة الانفجار ومع صعوبة الركون إلى محدوى كاميرات المراقبة المحيطة بالمصرف أعمدت القوى الأمنية إلى سحب ذات كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار وصادر فرع المعلومات محتويات كاميرات المراقبة المتوافرة في المنطقة وصولا إلى محيط تلفزيون لبنان في تلة الخياط هذا وينتظر محقيق فرع المعلومات نتائج تحليل داتا الاتصالات التي قد توفر خيوطا إضافية في التحقيق